منتصف نهار الجمعة بحسب عقارب جرينيتش تقريبا في بريطانيا الموافق للتاسع من نيسان أبريل 2021 إعلان هز وجدان البريطانيين ومحبي السلام في العالم أجبع والمعلن قصر باكينجهام أما محتوى الإعلان فموجع بكل المقاييس الملكة إليزابيث الثانية تنعى زوجها الأمير الفارس فيليب ومن باب التذكير فالجميع يعلم أن الأمير فيليب من مواليد جزيرة كورفر اليونانية في عام 1921 لعائلة ملكية يونانية دنماركية نفيت وعمره سنة واحدة من اليونان بعد انقلاب عسكري أطاح بحكم عمه الملك حاش طفولته وتلقى دراسته في فرنسا وألمانيا وبريطانيا هو لم يكن برجل الظل كما يحاول البعض وصفه ولم يكن بظل امرأة كما يدعي آخرون بل كان أميرا أبا عن جد وتجري في عروقه الدماء الملكية ولأنه أحبها أكثر من أي شيء آخر فقد تخلى عن جميع ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية من أجل محبوبته إليزابيث الثانية واكتفى بلقب مونت باتن لعائلة والدته الصدفة كانت أخيرة من كل المواعيد ففي زيارة تقليدية لملك بريطانيا جورز السادس برفقة ابنته إليزابيث إلى الكلية البحرية البريطانية التي كان يدرس فيها فيليب قبل أن يتخرج ويباشر عمله في القوات البحرية البريطانية وحدها الصدفة التي كانت قدرا للقاء فيليب إليزابيث عينا بعين وفي عام 1946 خطب الأمير فيليب الأميرة إليزابيث وظلا مخطوبين نحو عام تقريبا ثم تزوج في زفاف ملكي تاريخي منح فيليب بعده بخمس سنوات تقريبا لقب دوق أديمبرا زواج أسطوري دام لنحو سبعة عقود أنبت أربعة أبناء وسبعة عشر حفيدا وأبنائهم وفي التاسعة والتسعين عاما من العمر توفي الأمير فيليب قبل شهرين من عيد ميلاده المئة وفي لحظات الحزن على فراقه نعته ملكته وحبيبته إليزابيث وقالت إن أميرها العاشق توفي بسلام في قلعة وينتسور وأعلن في المملكة المتحدة الحداد العام على الأمير الراحل مع تنكيس الأعلام فوق المؤسسات الرسمية